وسأبدأ معك دكتور إدموند في مسألة ملف الشرق الأوسط ونحن رأينا اليوم ماذا حدث من تصاعد للأمور ما بين إيران وإسرائيل وما دارع عبر عام كامل منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ثم امتدت إلى لبنان كيف رأيت تصريحات فانس وتيم والس حول ملف الشرق الأوسط الذي هو أكثر أهمية بالنسبة لمشاهدين الكرام بدون شك أن هذه المناظرة كانت فعلا مناظرة عبرت عن مواقف القيادات الجمهورية والديمقراطية وعن مواقف الحزبين إلى حد ما حول العديد من القضايا فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط كان هناك فعلا من ناحية مواقف متشابهة في التصريحات التي سمعناها ولكن كانت هناك وجهات نظر مختلفة طرفان يتفقان على موضوع حماية حق إسرائيل في الدفاع عن نفس وبالتالي فان هذه نقطة مهمة جدا ويمكن سنتحدث عنها قليلا ولكن في نفس الوقت سمعنا من الحاكم والس بأنه أيضا عبر عن تعاطفه مع الفلسطينيين ومع المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والمنطقة إلى حد ما ولكن في نفس الوقت الذي سمعنا ذلك نرى أيضا بأنه لا توجد فعلا فروقات كبيرة بين مواقف الطرفين فالإثنان الديمقراطيين والجمهوريين يتحدثوا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفس الجمهوريين والديمقراطيين يدعموا حق إسرائيل ما يقولون أنه حق إسرائيل أيضا في مواجهة الإرهاب وفي نفس الوقت يؤيد الطرفان إرسال مساعدات عسكرية ويقتقديم دعم دبلوماسي دعم سياسي ودعم مالي لإسرائيل إدارة بايدن قبل فترة قصيرة وافقت على إرسال منح 17 مليار دولار لإسرائيل وتم تقديم 8 مليارات فاصل 7 لإسرائيل بالإضافة إلى السماح لها باستخدام أسلحة إرسال أسلحة قنابل وزنها 2000 باون وبالتالي هذه محرمة دوليا في الاستخدام ضد المناطق المدنية وبالتالي لا توجد فروقات كبيرة في نفس الوقت أيضا أعتقد أنه فيما يتعلق بالموقف طبعا السناتور فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس كان يقول بأن العالم كان أكثر أمنا في عهد الرئيس وصحيح أن ترامب في عهده لم نرى الحروب كالحروب التي نرىها الآن لا في الشرق الأوسط ولا في أوكرانيا ولم نرى التصعيد التهديدات في احتمال حدوث حرب مع الصين وبالتالي فأن هذه نقطة أيضا مهمة جدا ولكن ترامب لعب دورا سلبيا جدا عندما قام بأولا الاعتراف بأن القدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل وبالتالي فأن هذا كان انتهاك للمواقف التي تبنتها كل القيادات الأمريكية السابقة التي تبنت قرارات الأمم المتحدة ثم بعد ذلك قام هو بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وبالتالي هذا أيضا كان انتهاك للقرارات السابقة للإدارة الأمريكية وكذلك ما يتعلق بالاعتراف بضم الجولان وهي أرض محتلة إذن ترامب لعب دورا سلبيا جدا في تصعيد في ملف القضية الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر